شكراً لكم النهاردة هتكون قمسية خاصة جداً لأنها فيها حدثين خاص بأثنين من الزملاء الأفاضل أولاً هي استثنائية لأنها كانت محاضرة دكتور خالد سعد مدير عام الإدارة العامة لأثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والأثار وزوف طريقة بنعتذر الليلة عن عدم تواجده معانا لحادث وفاة مفاجئ لحماته بنقدم لسيادته التعازي الحارة ولكن الحدث الثاني النهاردة هيكون حدث صار جداً هو عيد ميلاد أستاذتي ومشرفتي دكتورة فايزة سقر اللي أنا أحتفل بيها ومن أجل الحدثين دولا قررت أن أنا لن أترك هذا اليوم خالي دون أي محاضرات مع حضراتكم ومن هنا أبتدي أول حاجة أوجه شكري لأستاذتي الغالية لأستاذة الدكتورة فايزة سقر شافها علي طول فترة أتروحتي للدكتورة وكل ما بذلته من مساعي لوصولي إلى هذه الدرجة العلمية اللي بتواجد بها مع حضراتكم الآن وبقدم لها كل الثماني ومن هنا نبتدي مع بعض محاضراتنا الشاشة ظهر عند حضراتكم الفول سكرين أيوة دكتور باسم أيوة ظهر تمام تمام نخليها شير سكرين للفول تمام النهاردة موضوعنا هيكون استخدامات رقم سبعة ومضاعفاته ورمزيته في الحضرات المساعدة القديمة بصراحة الفضل في اختياري الموضوع بيعود لأستاذتي أيضا دكتورة فايزة سقر النهاردة مناسبة عيد ميلادها فكان أقل حاجة قدمها لها كهدية بسيطة متوضعة محاضرة على اسم حضرتها وعلى عيد ميلادها هتكون المحاضرة دي بمناسبة عيد الميلاد لمعالي الأستاذ الدكتور فايزة محمود سقر أستاذ تاريخ وحضرت مصر وشارقة قدنا القديم كلية الأداب جامعة ضمنهور وهتمنى ما حضرتكم ليها كما كان يتمنى المصر القديم لنفسه عنخ جاسينب أو تيب نب موفور الحياة والازدهار والصحة وهناء القلب أو سعادة القلب لسيادتها فتتقبل مني جزيل الشكر والمحبة لرعايتها دايما لي المرجع الأساسي اللي هنأعتمد عليه هي دراسة الألماني كورتزيتا النظرها سنة 1916 وترجمة هذه الدراسة الأرقام والكلمات الدل عليها عند قدماء المصريين وما يمكن أن تتعلموا الشعوب واللغات الأخرى منهم مساهمة في تاريخ الحساب واللغة صدر هذا العمل في سلسلة كتابات الجمعية العلمية في استرسبرغ الكراسة 25 بمطبعة كارل جي تروبينجر في استرسبرغ مبدئياً إحنا عارفين أن الأرقام في جميع قدرات العالم القديم بل وأيضاً في الديانات سواء كانت الديانات الإبراهيمية أو الكتابية أو السماوية وأيضاً في الكتابات الوضعية لها أهمية خاصة الأرقام مش بس على مستوى الحساب والهندسة لكن أيضاً على مستوى الرمزيات عندنا على مستوى الرمزيات سواء كانت رمزيات طبيعية في الحياة أو على مستوى الرمزيات في العمل الوظيفي سواء في الهندسة أو الطب أو العمل الديني والكهنوتي والعالم الأخراوي حديثنا النهاردة هنصب عن رقم واحد أساسي انتشر في حضرات العالم القديم وبالأحرى في مصر وهي أقدم تلك الحضرات ولدينا رمزيته منذ نصوص الأهرام أو مطور الأهرام رقم سبعة ومضاعفاته مضاعفاته سبعة لو ضربناها في اثنين تبقى 14 لو ضربناها في ثلاثة تبقى 21 لو ضربناها في مضاعف آخر توصل ل42 مضاعف تالت تبقى سبعين وأيضاً خمسة وسبعين وسبعة وسبعين وسبعمائة وسبعين وسبعة تلاف دي الأرقام اللي وجدنا رمزية لها وكانت بتسبق رمزية رقم سبعة رمزية أخرى عند أخدماء المصرين هي رقم أربعة لكن في وقت متأخر طغى رقم سبعة على الرقم أربعة وحل محله تقريباً من هنا عندنا نقدر نتكلم عن الأكثر شيوعاً من رمزيات سبعة عند المصر القديم وهي الرقم المقدس الأساسي سبع بقرات في ظل مناظر السبع بقرات والمجاديف الأربعة مع الثور الذي يتواجد في العالم السفري والذي يجب على الميت أن يواجهه لدينا أيضاً مجموعات من السبعة مرتبطة بالخلق سبع أرباب سبع سعبين ودي نظرية أساسية وهي نظرية السامون اللي بتمثل سبع مكونات هي أربع أزواج ورأس خامس عشان كده كبير كهنة الجحوط يبعرف باسم عظيم الخمسة فسبعة ده هو مجموعة أربعة زائد واحد أربعة أزواج ومفرد يتم بلينا رقم سبعة وغالباً ما كان القوى الأزالية دياً الخاصة بسامون العشمونين تتمثل لنا في مجموعة من سعبين أو ضفادع أو سعبين وضفادع ولسه النهاردة كنت بقرأ وبطالع أمر خاص باللغة فعلوم اللغة سواء اللغة المصرية أو العربية أو لغات أخرى وكلهم بيعوا المجموعة الأفرق سوية يتم في التعميم استخدام المذكر بدل من المؤنس ويقصد بهذا المذكر في التعميم كل من المذكر والمؤنس ومن هنا كان يمكن أن يعطى سبع سعبين أو سبع ضفادع إلى آخر بالتبادل والسعبين هي أكثر رمزاً للقوى الأكثر قدسية في مصر القديمة حتى أكثر من الضفادع ولو نلاحظ أن القدسية الأعلى دياً في مصر كانت لميم ليست للذكور ولكن كانت للإنس ورغم أنه في المجمل بيستخدم في المذكر للدلالة على الجمع بنوعي إلا أنه يوم ما كان بيعبر بالرمز استخدار الرمز المرتبط بالرباط الإناث يقال أيضاً عندنا هناك سبع عقارب رفقنا المعبودة إيزا في رحلتها في الدلتا حسب المسطورة لدينا أيضاً في قصص خوف والصحر في برديته استكار سبع حط حريات أو كما يحلل بعض تسميتها سبع جنيات زي ما ذكرتها في كتابه الأعقام سبع حط حرات لطوع للمصير المولود الجديد وهنا كنا نتكلم عن المولود الملكي في مولد أول ثلاثة منوك للأسرة الخامسة حسب القصة الأخيرة في برديته استكار أيضاً طبقاً لإحدى التعويز السحرية لدينا سبع أرباب هم وأسسوا الأرض لو بصينا التعويزة دي غالباً هتعدنا إلى الجملة التانية فكة السبع أرباب والسعبع سعبين المرتبطين بنظرية الأشمونين لدينا أيضاً سبع زيوت ومراهم مقدسة لو شفنا بعض المواقد الخاصة بالزيوت هنلاقي سبع فجوات خاصة بالزيوت والمراهم وتحتها أساميها وهناك العديد من التراثات الأجريات على هذا الأمر لو تركنا الأمور العامة ودخلنا في التخصص أكتر في الطب على المرء أنه يطهر نفسه سبع مرات من نوبات برد معينة تصيبه طبقاً للبرديات الطبية أو يتعاطى سبع حبات من الدواء والدواء ده بيكون عن طريق الاستحضار واللف يبدو حسب الكلمة المستخدمة أنه كان بيلف فيه أوراق وأعشاب ويتم تعطيها لدينا أيضاً من الرمزيات السحرية والمستخدمة في الطب تناول سبع أحجار للحصول على علاج معينة طبعاً تناول سبع أحجار ليس الحجر في حد ذاته ولكن مطحون الحجر وخلطه بالمستصيغات اللي ممكن تمزج به كما تشير جميع البرديات الطبية يتم عمل أيضاً في السحر والتمائم سبع عقد وبعد سبع عقد يتم إلقاء تعويزة وتعمل عمل سبع كرات من الحجر معلقة فيها ومن الزهب ومن خيوط الكتان ثم تصنع سبع عقد أخرى لإتمام التعويزة أي رقم سبعة متداخل معنا في كل التفاصيل تتحدث تعويزة سحرية أخرى عن سبع أزرع مرتبطة بقياس القرد الإلهي المقدس وتقاس بها مستوى النماء الحبوب في الحقل المبارك أي الوفرة في عالم الأرباب يقاس بزراع إلهي مرتبط بالقرد الإلهي وطبعاً هنا القرد الإلهي مقصود به جحوتي أيضاً في السحر التمائم عندنا رقم سبعة مرتبط بعمق الماء سبعة أزرع هي مثال لعمق الماء حتى قصص خوفه الصحراء في بردية واستكار بتحكينا قصة من عهد الملك نبكا من أوائل ملوك الأسرة الثالثة لم يكن هو الملك الأول فيها لأن هناك اختلاف على ترتيب الملوك في الأسرة دي بالقصة أنه كان في زوجها متزوجة من كاهن خاند زوجها مع عشقها في البحيرة اللي فيه المنزل منزل الزوجية فعندما حضر الكاهن الساحر ألقى تمساح شمعي في البحيرة ثم ألقى عليه تعويزة لمعاقبة العشيق بلغ طول هذا التمساح سبعة بساط لكن أول ما ألقي في ماء البحيرة أو ماء البركة تحول من سبعة بساط إلى سبعة أذرع طبعا الزراع المصري حوالي خمسين سنتين إذن إحنا بنتكلم سبعة في خمسين يعني إحنا بنتكلم على اثنين متر ونص يعني يعتبر حمام سباحة من الغويت مش حمام سباحة طبيعي ولا تقليدي فده إحنا كده بتكلم على حجم هائل وهنا برضو مضاعفات رقم سبعة اللي بنشوفها واستخدامتها سبعة بساط، سبعة أذرع والمدة سبع أيام هيبقى في القاع إذن استخدم كل ما يمكن برقم سبعة فيما يخص هذه القصة التمساح والمية وحتى مدة الأيام أيضا في السحر والتمائم في العالم الصفري يحتوي على سبع بوابات أو سبع أقسام بتفصل الأماكن المختلفة خاصة لو احنا اتكلمنا عن كتاب زي كتاب الكهوف بكهوف والستة فعندنا سبع بوابات وأقسام لهم أيضا من مضاعفات رقم سبعة ورقم أربعة عشر وواحد وعشرين وهنا نتكلم عنه لاحقا في نهاية أمسية الإله لكن أيضا عندنا فكرة تلك البوابات اللي في العالم الآخر اللي بتسمى القلاع أو البوابات السبع العملاقة اللي مفروض بيحرصها مجموعة من المرضى والثعبين يقال إن أفواه الكائنات المعرضة أو المعرضة للخطر في العالم الآخر بتغلق أفواهها وتغلق تلك البوابات بإلقاء تلك التعويزة على السبع بوابات العملاقة لو رحنا للقصص الخرافي ولدينا مجموعة من القصص الخرافي بعض من مصر القديمة وفي فترة البطلمية أيضا في قصة خرافية زي القصص الصحرة بالزبط مع خوف وتعتبر من القصص الأسطورية والخرافية بنجد رمزية سبع سنوات وهنا السبع سنوات يجب أن نبحث عنها في تلك القصة الشهيرة والنقش الملفق الخاص بلوحة المجاعة في جزيرة سهيل واللي بيذكر زيتا عنها أنه فشل فيضان النيل لمدة سبع سنوات في عهد الملك توسوزوروس من الأسرة التمنى وده تحديد زيتا وليس التحديد الحالي اللي بيميل إلى الاعتقاد أن الفترة الزمنية تعود إلى عصر الأسرة التالتة لكن على أي حال دون الخوض في إشكالية اسم الملك عندنا نص بطلامي ملفق أنا وضحته بأنه لوحة المجاعة اللي في جزيرة سهيل فهرب أسوان بيذكرنا أيضاً تلك السبع سنوات بالسنوات السبع السنينة وسبع السنوات العجاب في قصة يوسف الصديق سواء في العهد القديم أو الكتاب المقدس اليهودي وأيضاً في القرآن الكريم إذن سبعة لدينا في السنوات سبع سنوات فيضان سبع سنوات إنتاج مع بعض الفيضان وسبع سنوات خالية من المحاصيل تحصل مجاعة أيضاً في البردي الديموتي السحري المشهور في لندن وفي لايدن واللي نشروا جريفوس وبيعود تاريخ البردي ده للقرن الثالث الميلادي بيلعب الرقم سبعة دور هام جداً جداً علينا تلاوة الأقوال والتراتيل السحرية سبع مرات بدل ما كان شائعاً في البداية أربع مرات فقط حسب النصوص الأقدم أصبح لدينا سبع مرات التغير الرقم من أربعة إلى سبعة في تلك الفترة وفي السحر في الفترة ما بعد الميلاد وفي البردي الدموتي وأحياناً تستمر تلك الأقوال حتى الساعة السبعة من اليوم يعني تتلى منذ أول اليوم وحتى الساعة السبعة تتكرر العملية لمدة سبعة أيام هناك أختام توضع أحياناً على الأقدام وعلى الوجه عند إلقاء تعويز وقد تبدو لنا في بعض الأوشام التي وجدت على بعض المميوات خاصة المميوات التي تشتهر باسم المميوات الفزع أو المميوات العذاب وتلقى التعويز عليها وفي علامة مميزة توضع سبع مرات يعني عندنا سبع طبعات هناك سبع ملوك وهناك سبع أرباب يتم أيضاً وجهتهم في العالم السحر وعالم الجن وعالم الالتهام أو الفقدان للدخول إلى العدم والإسفت وبالتالي يتم محاربتهم من أجل الحفاظ على الاستقرار والحفاظ على الماعد أيضاً لدينا في التعويز لكي يلقي السحر أو ملقي السحر أو المختص والاختصير بالسحر لكي يتلاعب بالواقع يستخدم سبع طباط سبع أخصان نخيل سبع أوراق سبع كتل ملح سبع حبات شعير حب عرب بطول سبع أصابع يعني مجموعة من السباعيات أيضاً مستخدمة في السحر وبوفرة في تعويزة بيتاخد فيها مقياس سبع أوزان من راس الزباء وبيتم تقرأ تعويزة رقم سبعة في أحد الكتب الدينية والمدة سبع تيام مرة أخرى لدينا رقم سبع مرات بيتكرر عندما يتحدث الشخص اللازلي يتعاطى بالسحر أنا هو الذي في السماوات السبع أنا هو الذي توج في السبع هياكل استحضار للقوة الربانية لكي تتوحد مع طالب السحر أو ناشد السحر لكي يضمن الحماية والناجاة بنفسه عندنا شوية أسئلة وإجابات عليها لأنه لدينا اختلاف ما بين المتخصصين وحتى في النصوص القديمة ما بين رقم سبعة ورقم أربعة اللي احنا كنا لسه ذكرين إنه هو سبع حل محل ورقم تسعة اللي أيهما كان له سبق سبعة ولا تسعة ومن الملاحظ إن كان التفضيل دايما للرقم انكون من رقم سبعة أو رقم تلاتة وعامة مجموع تلاتة واربعة يمثل سبعة وتلاتة واربعة برضو من الأقام المقدسة وكان لها وفرة في عند المصر القديم في الحضراء بتاعه قديما كان في المعابد يتم الاحتفال بدوران الموكب أربع دورات أو أربع مرات التفاف ودوران لكن بلوتارخ في الإيازة في نصه إزيس وأزوريس في فقرة 52 بيحدد لنا تغير هذا الرقم إلى سبع دورات في مواجهة البقرة المقدسة في نظام الدولة عندنا الإقليم السابع بمصر الوسطى بيحمل اسم السابع باللغة يورانية هبتونومس وده كان في العصر المتأخر ولعب كوحدة متماسكة دور مهم جدا في تلك الفترة في العصر اليوناني الروماني أيضا عندنا سبعية موجودة في إقليم العاشر في مصر العليا لو أفريتوس بولوس وعرفت باسم هبتا كوميا وبرضو مشتقق من رقم سبعة اللي جايه في اللغة اليونانية إذن سبعة دخل فيه النظام الإداري للدورة في بعض الأقاليم اللي لعبت أهمية قصوى وما بنتكلم في العصور المتأخرة على رقم سبعة في مصر الوسطى نعنيه ما احنا نعرف دايما أن مصر قسمت قديما إلى مصر العليا ومصر السفلة لكن لاحقا من عهد أغسطس ثم فيما بعد في عهد ديقليديانوس ستقسم مصر إلى ثلاث وحدات ثم فيما بعد إلى أربع وحدات كاملة بس الأساسي ثلاث وحدات من ضمنها الوحدة الخاصة بمصر الأسطى في الأصل كان عدد أقواس المعبود حور سبعة بترمز إلى السبعة شعوب اللي بيحتقكمها الملك في عصور ما قبل التاريخ لكن مع بداية العصور التاريخية تحول الرقم كما نشهد في قاعدة تمثال الملك نثر إيه الخط جسر اللي هو زوسر الخاصة على القاعدة تسع أقواس إذن تحول الرقم من سبعة إلى تسعة وأصبح رقم تسعة هو تقليدي عشان كنا هنبنكلم على إشكالية التحول في الأهمية ما بين الرقمين دولا وده ضافوا السبعة إلى البلدين ذاتهم اللي هم مين اللي هو الأرضين التوي مصر العليا ومصر السفلاء لو كلمنا على الطبيعة نلاقي رقم سبعة مرتين في جسم الإنسان مرة السقوب السبعة الموجودة في الرأس اتنين من العيون اتنين من فتحات الأنف اتنين من فتحات الأذن والفن هذه سبعة فتحات في الرأس وفي فقرات عنق الرحم أيضا سبعة عدها المصر طبقا لعلمه وطبه سبعة يبقى احنا عندنا سبعة في عناصر جسم البشر وفي الطبيعة طبعا لم يكن هذا اكتشاف سببا لقدسية رقم سبعة ولكن هو نتيجة للكدسي اللي عند المصري فابتدى يستحضر مصري جميع الأرقام اللي فيها السبعيات من ناحية تانية عندنا الأسبوع لم يكن مكون من سبعة أيام كما هو معروف مصر قديمة بل عشرة أيام فقد أصبح سبعة وعروف باسم سشفي ده فيه في كتابة الكبتية لكن من مضاعفات رقم سبعة أربعتاشر أربعتاشر يوم بتحتاجها المرأة للتطهر والتطهير بعد ولادتها وده معنى إيه؟ أي أقل من أسبوعين لأن الأسبوعين عند المصر القديم عشرين يوم الشهر المكون من ثلاث أسابيع مجازا يعني ثلاث عشرات فهو أقل من العشرين وأكتر من الخمستاشر فهو سري وأكتر من نصف شهر يعني بالتالي هو عايز يقول أن أنا عندي حاجة ما بين معلش ده هنا خطأ في الترجمة بعتذر أقل من أسبوعين وأقل أيضا من نصف شهر وده الطبيعي أنه الرقم أربعة عشر له رمزية خاصة عند المصري تضعيف أربعة عشر تضعيف سبعة زي ما هنجد واحد وعشرين زي ما هنجد اتنين واربعين وزي ما سنواصل فيما بعد ناخد مضاعفات رقم سبعة وقدسيتها كل رقم له رمزية وخاصة عندنا القداسة للرقم أربعة عشر واحد وعشرين اتنين واربعين ومضروب سبعة فعشة سبعين وفه حداشر سبعة وسبعين والخمسة وسبعين أيضاً من مضاعفاتها والسبعمائة وسبعين والسبعة تلاف لو ركزنا على سفر الخروج في النهار البرت إميرو الشهير خطراً باسم كتاب الموتى هنجد مضاعفات سبعة تلات مضاعفات أربعة عشر دي عدد مواقع إياد في العالم السفلي وإياد هي ضم الجغرافية المقدسة للعالم الآخر أربعة عشر موقع إياد عدد البوابات واحد وعشرين بوابة عدد القضاء اتنين واربعين قاضي من قضاء العالم الآخر إذن مضاعفات السبعة الثلاثة هم أربعة عشر وعشر وعشرين واثون واربعين الموجودين في بيرت إميرو أربعة عشر أيضاً له دلالة خارج كتاب بيرت إميرو وخارج كتب العالم الآخر بشكل عام وهي عدد قراء رع في النصوص المقدسة عموماً الكاو بتاع رع القراءة عددها 14 في مقابل أنه عنده سبعة أرواح أو سبعة باو وقلنا من فترة أنه منذ قليل أنه عندنا 14 يوم خاصين بتطهير المرأة التي حديثت الإنجاب أو التي ولدت مؤخراً سبعين أي رمزية سبعين هي السبعين يوم اللي بيقضيها المصري ما بين الوفاة أي إنسان ودفنه وبيتم خلالها ضحنيت الجسمان أيضاً في قصة خاصة بالأمير المنشود أو الأمير المسحور كما يسميها البعض المنزل اللي تم بنائه لابنة أمير نهارينا ونهارينا دي في منطقة في العراق القديم مسمى لجزئية كبيرة من العراق القديم وأصبحت مملكة المنزل بيحوي سبعين نافذة وأيضاً بارتفاع سبعين زراع إحنا بناخد الأرقام الخاصة بمضاعفات سبعة واستخدامها في النصوص حتى الأدبية لدينا أيضاً في النصوص الأدبية خمسة وسبعين صعبان عاشوا في الكزيرة السحرية دي قصة البحار الناجي من الغرق أيضاً في النصوص الدينية رب الشمس بيسكن خمسة وسبعين كهف بقى إشكاله البلغ عددها خمسة وسبعين شكل يبقى رب الشمس له خمسة وسبعين شكل تسكن خمسة وسبعين كهف بقى أربعة عشر قرين وسبع أرواح كلها مضاعفات رقم سبعة سبعة وسبعين نصوص السحرية بعضها بيتحدث عن السبعة وسبعين حماراً بجزيرة النيران ويتحدث نص آخر عن سبعة وسبعين رباً من المفترض أنه هم بيقوموا بعمل شيء تجاه عين الشمس كمان لدينا نفس الشيء سبعة وسبعين مع رب الهواء لديه سبعة وسبعين عين وسبعة وسبعين أذن يعني بيحيد بكل شيء بما أنه سبعة هو رمز الكمال في الحضارة القديمة فهو معناها الإحاطة والتمام والكمال والوفرة سبعة وسبعين يقال أن السفينة التي بناها الأرباب للملك الميت بصفته ابن رب الشمس لكي يتمكن عبور رحلته في السماء وفي العالم الآخر يبلغ طولها سبعة وسبعين ضراع ووفقاً لأسطورة إبادة الجنس البشري لدينا سبعة تلاف كوب من الجعة من البيرة لتخدير عين شمس وهي الرب الحضارية التي تغيرت هيئتها وأصبحت تفنوت وغيرها من الهايات الأخرى حسب التخرجات المختلفة للأسطورة وكانت متعطشة للدماء لكي تعيد كرامة أبيها رب الشمس فلكي يتم التمكن منها تم تجريعها أو تجعلها تشرب سبعة تلاف كوب من الجعة هكذا إننا هينا أرقام مضاعفات سبعة ورمزيتها خلاصة عزيت مصر بتنوع رمزية عدد سعب مع مضاعفاته في الحياة والإدارة والطب والسحر والدين والأدب ربما أثرت تلك الرمزيات على اليهود في هذا الأمر أو هو قاصب وشترك أعلى فلدينا رقم سبعة ضمن الأعداد الدلة على الكمال والتمام في نصوص العهد الأديم أو بشكل أدق نصوص الكتاب المقدس العبري لدينا في التكوين رقم سبعة هو ست أيام والسابع والتمام الذي استرحى فيه الرب لدينا أيضا في فلك نوح والمقيس دخل رقم سبعة في بناء هيكل سليمان دخل رقم سبعة أيضا الشمعدان هو سبعة الأيام سبعة السماوات سبعة يحضرني أيضا رموز أخرى عديدة ولكن سأترك المجال للمدخلات لكي تسري المحاضرة وأشكركم على حسن استماعكم وتفعالكم لأتمنى يزداد في القسم التالي من المحاضرة خاصة تبقى لدينا ثمان دقائق تنتهي ونواصل مرة أخرى متمنيا عزائي وعزاء سيادتكم لأسرة الدكتور خالد سعد في انتقال حمايته لجوار ربها وأنا أكون قضعوات التأجيل الفجائي لمحاضرة الليلة وسنعلن قريب عن الموعد الجديد للمحاضرة وأتمنى عيد ميلاد سعيد الأستستي ومشرفتي الغالية معالي الأستاذ الدكتور فيزة سقر فلتتقبل مني هذه الإسامة البسيطة والضعيفة وأتمنى أن تعصروني إن قصرت في تقديم مادة كافية للحدث المباغت مع منتصف يوم يوم حاليا أترك لحضراتكم المدخلات وإلى سئلة والتعاقبات الدكتور باسم بعد إذنك أنا فايزة ممكن أتكلم طبعا يا أستاذتي ده أهلا حاجة ده النهاردة كله مؤدم لحضرتك بمناسبة عين ميلاد الله يخليك أولا أنا بقدم التعازي لأستاذنا والدكتور اللي كان صاحب المحاضرة وبشكرك أنت على سرعة الاستجابة وسرعة البديهة بتحضير محاضرة هي فعلا وليدة اليوم يعني أنه النهاردة سبعة سبعة وده تاريخ ميلادي والحاجة الجميلة أن أنا بلاقي ناس كتير فعلا تاريخ ميلادهم سبعة سبعة ووضح أنه هو رقم يعني متميز لدرجة أنه فيه يعني بعض الكودم تقول أنه الرقم سبعة ده رقم يشير إلى التناغم الكوني والثبات في الحياة يعني هو الحقيقة رقم كل الديانات أعطيته نوع من التقديس والاحترام والتبجيل فالله أعلم يعني إيه سر الرقم لكن الحضارة المصرية أدركت ده يعني الحضارة المصرية يعني ما ثابتش ده أنت الحقيقة يا دكتور باسم لك الفضل في الاطلاع على كتاب كورتزيتا وأنا وإنت الصبح عملنا مقالة جميلة جدا أنا نشرتها كبوس الفكرة وليدة سؤال حضارتك ويوم عيد الميلاد يعني أنا وما كانش أقل منها أقدر أقدمها حضارتك الله يكريبا هو إحنا من كدر حبنا في الحضارة المصرية حتى عيد ميلادنا دخلنا فيه دخلنا في الحضارة المصرية فبقت عشق كده داخل في حياتنا وممتازج فيها لدرجة أنه بقى أقولك إيه يعني أما حطيت البوست لقيت ناس من الأصدقاء الرقم سبع بقى يعني بدأ يصير عند الناس بعض الانتباه يعني لو خرجنا عن حضارة المصرية أو هتكلم حاجة بسيطة عن حضارة المصرية لكن فيه ناس قالت أن السلم الموسيقي عبارة عن سبع درجات قالوا أن ألوان الطيف عبارة عن سبع ألوان قالوا أن الناس بتطوف الكعبة سبع مرات قالوا أن الست اللي والدة الست اللي لسه وضع طفل بتعجي على البخور أو بتعجي على الطفل كده في تقاليد السبوع بتاع الطفل سبع مرات الحقيقة هو رقم يعني رقم حضاري ورقم فيه موروث كبير جدا إنما أكتر نقطتين أصير فيهم الرقم سبعة من وجهة نظر يعني اللي هي الحطحورات السبعة اللي ظهروا في أكتر من منظر من مناظر النقوش المصرية الحطحورات السبعة ظهروا في معبد دندرة في جلاد المعبود حورس وظهروا في مقبرة نيفرتالي والمعتقد المصري إنه هما سبع بقرات ومعاهم ثور واحد الثور يعني واحد بالإضافة للسبع بقرات أو السبع حطحورات ودول مؤثر رئيسي في الحفاظ ورعاية الطفل المولود اللي هو الطفل الملكي الطفل اللي بيهايعتلي عرش البلاد وإنت أشرت إنه حورس اللي هو أول ملك في مصر كان عنده سبع فقوس أو سبع أسلحة إشارة إلى السبع شعوب اللي المصري الأديم كملك كان بيحكمهم في عصور ما قبل التاريخ يعني حاجة أسطورية قديمة جداً إنه كان فيه سبع عناصر أو سبع فئات من الشعوب الملك المصري في عصور ما قبل التاريخ كان بيحكمهم الحاجة الجميلة اللي أنت برضو أشرت إليها في الإدارة في الإدارة آه أنت تكلمت عن العصر البطلمي ولكن المقاطعات السبعة ظهروا من العصر المتأخر أنا ذكرت أنها في بداية العصر متأثرة في مصر الوسطى بالضبط كده بالضبط كده لو الحطحورات السبعة طبعاً مجال كبير جداً ممكن نتكلم فيه النقطة الثانية اللي هي الزيوت السبعة الزيوت السبعة المقدسة دول ظهروا في أكتر من مائدة قرابين وفي لوحات جنائزية إما تكون لوحة جنائزية خاصة بشخص عادي يعني الكاهن موظف أو أو تبقى لوحة جنائزية خاصة بالملك والزيوت دي طبعاً معروف أسمائها ومعروف مكونها إنما هي الزيوت كانت تستخدم في أعمال المعابد في مصر القديمة وكانت أهمية كبيرة جداً طبعاً في الطب والسحر طبعاً المجال مفتوح إنه التلاوات السحرية لازم تتقال سبع مرات تناول الدواء سبع مرات التطهر نفسه عملية تنظيف الجسد عند المصر القديم تتم على سبع مرات حي الموضوع مو سير مو سير وجميل واتمنى إنه برضو يسير الجدل عند طلبة الدراسات العليا بحييك وبشكرك وخليت لعيد ميلادي يوم جميل أشكركم جداً 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 مرسي ده الفضل خلتك الله يسير قبل ما زوم يقطع لأنه فضله أقل من دقيقتين في العصول الوسطى أيضاً الإخباريون والجغرافيون سواء كانوا من المسلمين أو من المسيحيين اعتادوا تقسيم الأرض إلى سبع أقسام والشعوب إلى سبع مجموعات كبرى بنرى الكلام دو في العديد من الكتب ومن ضبناه على سبيل المثال لو احنا بنذكر بقى مصر ابن المكين في كتابه التاريخ المبارك والجزء الأول منه حتى الآن حبيس المخطوطات ولم يحقق كان ليه شرف التعامل مع نشر إحدى مختصراته وفي زميل بيعمل على الفترة من ديقريديانوس إلى هرقل وإن شاء الله في مجموعة عمل ستخرج إن شاء الله الجزء الأول من المكين وما يخص تقسيم الأرض إلى سبع أقسام وشبع مجموعات شعوب كبرى قريباً في القريب العاجل إن شاء الله هستغذر حالكم بنفس الرابط نفس الـ ID نفس الـ Passcode هنغلق وندخل مباشرة لنكمل الحوار والتعليقات ترجمة نانسي قنقر